بسم الله في سؤال بيقول أنا كمهانس مدني لو تعلمت الريفت هتجوا في إيه وفين في مصر الشركات اللي بتستخدم نظام البيم إذا ما كانش فيه ومش موجود أصلا غير في دبي وش في كل الشركات الشركات الكبيرة بس اللي هي أصلا ما بتشغلش غير أجانب فليه كل تضجة دي للريفت طيب بداية ننسى الريفت خلص احنا ما بنعملش دعاية لسوفت وير ونقابل كده نخطص من الشركة لا احنا بنعمل دعاية الفكرة احنا نكتناع بيها أنا بكتناع بي حاجة بعملها دعاية روح تشاريت حاجة فليه دعاية حاجة كويسة فبقول أخواني خلوا بي لكم انها حاجة كويسة زي ما عملنا في موضوع الوبن سورس والوبن سورس ما بناخدش في عليه فلوس بنسفع فلوس ونضحح بوقتين عشانه البيم هو نظام حل مشاكل كتير للتقيد كان فيه سيستم زمان اسمه كاد من كام الف سنة وبعد كده ظهرت عملية تظهر مشاكل تظهر مشاكل فالناس بدأت تقول لازم نشوف المشاكل دي حلول فبدأ يدور على المشاكل دي لو هجي تمام مشكلة طب ايه الحلول فلو مثلا يعني بدون المشاكل مثلا موضوع تكتشفاش غل أثناء الشغل في الموقع موضوع الحصر موضوع التغيير التغير 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 نظام بسيط جدا اسمه البيم فكرة ببساطة ان انا بابني المبنى على الكمبيوتر واشوف كل المشاكل واحلها وبعد كده ان نزلها الموقع محلولة تمام؟ يعني بدل ما كنا بنزل الموقع بالمشاكل بتاعتنا لأ انحنا بنحلها على الكمبيوتر فما يكلمش حاجة الكمبيوتر بننزل بمعرفين فيه مشكلة فلانية وحلها كذا والكلاشات تحلت والحصر سهل ان انا جيبوه وكل المشاكل الموجودة تحلت من خلال فكرة البسيطة دي اللي موجودة من سنة عب سعين وستين بس كذا ما كانش فيكم ببيوتر اللي قدر شيل المعلومات دي تمام؟ هي فكرة بسيطة جدا وسهلة ولازيزة تمام؟ فلو انت مهتم بمجال الادارة هتلاقي بيحليك مشاكل جدا في الادارة ولو انت مهتم بمجال السستانبلتي بتلاقي مثلا مجال السستانبلتي محتاج ان انت تأكد ان المحاكاة دي سليمة فبتبدأ تشوف لو انت عدت تستخدم برنامج للمحاكاة متخصص وتعمل موضل عليه بايفان ما يحصل تغير في المعلومات اللي موجودة مثلا على الكاد او موجودة عليكم موضل اضطرات عدل هنا ممكن يكون عندك كذا حاجة لمحاكاة مثلا محاكاة انشائية محاكاة للرياء محاكاة للشمس محاكاة للزلال فهتلاقي نفسك ان انت مضطر كل تعمل لها موضل و تعدل فيها انما دلوقتي بقيت انا بعمل موضل واحد وابدع المحاكاة من كلهم ولو حصل تغيير هنا بيتغير كلهم في سواني فاصبح الموضوع بقى سهل جدا وزز جدا فمن ناحية ان انا معجب به جدا حتى لو بش موجودت في شركة اوه انا كنت سنة 2007 ولم كانتش في اهتمام به او كانتش معروف وكنت منبهر به وعمل اجيه هنا وروح هنا وصبت شركة اوهر شركة بعيدة جدا عن البيتغيبت انا اعجبت بسيستم وكان بيقول لي يا عم لحدش هشتغل بيه وتعلمت وابعت وكانتش اغل برنامج مابش حد شغال بيه غير دولة في فلندا وبعدتلها وكالك كالكسة حتى لو مفيش حد شغال بيه لا انا هشتغل بيه لان اكيد هتتظهر شركة محترمة وتطلب فابق انا جاهسي مستنش من شركة اطلوب هتكاول انت باستنوني سنة لما اتعلم برنامج انا مكتنع جدا بفكرة البيم ممكن مش بان علي بس انا مكتنع بيه ماشي بالنسبة الشركات تشغالة بيم في مصر في كتير جدا وحقول بعض اسامي بشكلها ويعني ناس سمحني ان انا لو مرش الباقي في ايبامس في ايهو في اسجي في سعودي في دروريات في خطيب عالمي في زيرو فايز في در هندسة في الدارة السعودية في مصر كونسلت في كيمت في في بي في اس بي اس في المرسم الدولية في اس اي اي سي في محرم بخوم في اراسكم في بن لادن في المؤولين العرب في كل الشركات دي شغالة ومشاريع كويسة وانا مواطمش بالترتيب انا بس يعني سري عن كده لا في شركات كتيرة شغالة وفي اصبح كبار في دول كتيرة جدا في العالم عثنا وفي جدا واللي بيشتغل فعلا البيم يعني بيسيب الشركة لو الشركة اطلع هنشتغل كد يعني بيحس لا انا بشارجع بيشتغل بالحياة الادية مدية كان واحد مثلا تعود بيعمل حسابات بالالة وبعد كده قال له هنلغي الالة ومشتغل بال الحاسبة لا انا احس ان تكون بضايع وقتها الحاجة اللي كنت بعملها في السواني بتاخد وقت أطوض عندما ترجع تشغل بالكاد بتلاقي نفسك اجربت الموضوع بعد ما شغلت البيمي فترة قالوا لرجع كاد فعليت الحاجة اللي كنت تخص السواني بقعد فيها خمسات ساعات وخمسات ساعات دول بشواصك ان النتاجة صحة بشواصك ان انا حاجتك لشكل لها ممكن يكون بحل كلا شمسها في اول الطرقة فضربت حاجة في اخر الطرقة وهنا في حاسة اخر الطرقة فبشتغل عليها تاني فلا يعني ما رحش يتضرب على بيمي بي قبل كده وما شغلش في شركة الطبية بيمي بي فبيخبط في الحيطة وبيجرب ويعمل يعني حتى في السنة السينما ما فيش واحد يجي ويقول لنا هشغل مخرج على طول لازم يقدم اسخ خمسة اثنين مساعد مخرج يجرب ويشوف وياخذ خبرة من الشركة انا مفاجأ ان واحد لسه متخرج محترم كل الناس ما بغيرش بحد بس هو ما شغلش خالص بيميس بيشهلست ويقول لنا هشغل بيميس بيشهلست تمام فا اتكلم معا لا معا مش عارف ستاندرد يعام ما تستعجلش هاجي لك يومك تبقى حسب بيميس بيشهل في العالم بس امشي بالخطوات مضبوطة هشغل بيميش بيشهلست ويبدأ اشتغل مع واحد يكون خدع عندك خبرة تستفاد منه بدل الحاجة اللي هتخدها خمسة سنينة هتخدها في وقت قليل بعدك هشتغل بيميس بيشهل وهتلاقي الموضوع بقى سهل بكثير لما يكون شغل مع احد تعلم منه بعد كده تبدأ واحدة واحدة تمسك الفريق فماشاء الله البيمي بينتشر ولي بيجربوا ما بيادار شوية عنه